هنروح لخبرنا الثاني وهو طبعا منتخب الكرة الطائرة وزي ما حضراتكم عارفين أنه منتخب الكرة الطائرة تأهل الأولمبيات أيضا وهو أحد الفرق الجماعية التي تأهلت الأولمبيات بعد فوزها طبعا في الدوري العالمي بعد طبعا ما أخذت بتول أفريقيا والرابط ورحنا على الدوري العالمي أو تصفيات الأولمبيات وفوزنا وكان من ضمن المباريات المهمة والمحطة المهمة التي تأهلنا بها وهي مبارتنا مع اليابان التي فوزنا فيها وكاد في اليابان بالمناسبة هذه المباريات وبعد كده فوزنا على تونس هناك وده الحقيقة اللي ساعدنا بشكل كبير إن احنا نتأهل الأولمبياد منتخب مصر الحقيقة شاهد طفرة كبيرة وكل التحقيق طبعا المهندس أمر رئيس الاتحاد واتحاد الكرة الطائرة الحقيقة في وقت قياسي غير بصلة منتخب مصر رجال وسيدات اللي اتنين الحقيقة خلينا نقول لنا واللي علينا كنا بالأول بننتقد في المضمون وليس الشكل في اتحاد الكرة الطائرة ونظام المسابقات وأعداد المنتخب ولكن سرعان ما نجح الاتحاد المصر الكرة الطائرة فيه يعني زي ما يقولوا عدل البصلة واتجاه البصلة بقى اللي شاهدنا منتخب مصر للسيدات النهاردة يعني وصل إن هو ياخد بطول أفريقيا ودي حاجة الحقيقة يعني ما شفناهاش من كتير وكسبنا الكاميرون في الكاميرون منتخب السيدات الكرة الطائرة وأيضا شفنا كمان منتخب مصر شفنا طفرة كبيرة في الرجال والسيدات نتمنى إنها هنستستمر إن شاء الله عندنا سبع لعبين من منتخب مصر وده الرقم اللي دايماً بحب أسمعه سبع تمن لعبين دايماً بيكونوا من منتخب مصر وتصور من كرة اليد كنا نستحق من العدد ده يكون في المنتخب ولكن هي رؤية فنية المستخوان كارلوس باستير ولا بيحب ولا بيكره والراجل اللي سي فيه كبير لو لقى لعيب هو هيفيده أكيد هيدمه معه ويمكن أزمة منتخب مصر أو أزمة منتخب كرة اليد هي لعيبة المحترفين وهتلاقي اللعبة المحترفين دولهم أنهم لعيبة من النادي الأهلي يعني هتلاقي على ال Surface أو 8 من نادي أهلي باللعبة يعني علي زين لعيب النادي الأهلي فلما يتضم المنتخب إذن نقدر نقول أنه هو لعب النادي الأهلي السابق يعني فيه لعيبة سابقين وفيه لعيبة حاليين ممكن نلاقي إصامة طيار مثلاً موجود يعني هتلاقي على ال Links 7 أو 8 لعبين يا ما أساسهم أو أصلهم أو خلفيتهم النادي الأهلي أو بمساله يلعبوا في النادي أهلي سبع لعبين من كرة طائرة نرجع لخبرناتول طبعا منتخب مصر يقودون منتخب مصر لحصد برونزي كأس التحدي العالمي منتخبنا الوطني لرجال كرة طائرة بكيادة المدير الفن الأسباني فرناندو منذ حقق المديلية البرونزية في بطولة كأس التحدي العالمي اللي اتلعبت في الصين في الفترة من 4 والحد 7 يوليو اللي احنا فيه منتخبنا حق المركز التالت بعد فاز على أوكرانيا بنتيجة 3-2 في الأشواط اللي خلصت 21-25-25-25-25-25-17 و15-13 الماتش كان كلوس جيم جدا خسران الشوت الخامس أو كسبان الشوت الخامس فرق هدفين أو فرق نقطتين 15-13 منتخب بيضموا في صفوفه 7 لعبين من نادي أهلي منهم حسام يوسف صنع العلعاب أو مركز واحد أحمد عزب حمد عثمان عبد الرحمن الحسين محمد عصران سيف عابد محمد رمضان الحقيقة دول السباعي الأهلاوي المنتخب كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على قطر من نتيجة 3-2 وبعد كده في دور التمانية في دفتور التمانية وبعد كده خسرنا من الصين البلد المستضيف 3-0 وبعدها قدرنا نفوز على أوكرانيا 3-2 الحقيقة برضو منتخب مصر ما نجحش بالمركز ده إنه يتأهل للدوري العالمي ولكن يبقى إن احنا قديني عداء كويس المنتخب هلعب في الأولمبيات مع المجموعة الثانية وهي البرازيل بولندا إيطاليا طبعا إحنا من المجموعات كده احنا المجموعة بتاعتنا في الكرة الطائرة أربعة احنا بنتكلم على 3 أو 4 مجموعة 3 مجموعة تقريبا هيكونوا هم اللي في الأولمبيات معرفش هيمشوها إزاي بقى كل اتحاد لعبة بيدير النظام المسابقات بتاعته في الأولمبيات ده الحقيقة خبرنا عن صباعي بتاعنا اللي بيشارك أو انتهى أو أنهى مشاركته مع منتخب الكرة الطائرة